المسك الثالث عندنا بقى المسك الثالث وده السكرابينج تمام زي ما قلنا السكرابينج عندنا ثلاثة أنواع تمام ده السكراب بالعسل تمام هو أنت بيجيبت برطمان كده آه عسل وحليب تمام وفي حاجة اللي هو لبن الجمل ده حاجة جديدة جدا 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 داخل فيها لبن الجمل ده بيفتح بينقي بيشيل البقع اللي هي الكلف مكان الحمل يعني ممكن ده الوحده؟ ده الوحده تمام لبن الجمل تمام ده حاجة سعيلة ولا ده سكراب لا هو لبن أوريدي تمام وفيه زي حبيبات سكرابينج صغيرة ده فين؟ هو اسمه بيتباع برضو عند العطار أو عند الكوزماتيكس اروح اقول له انا عايزة لبن جمل لبن الجمل تمام طبعا فيه ناس بتحط لبن عادي في البيت بس ده بالذات هو يعني دلوقتي ترندي قوي ان انت نزل جديد فأنا شايفة ان هو أنا جربته وشايفة ان هو حلو حتى حلو للجسم جدا يعني لو عروس التابل حمام يعني ايه فرق ما بينه ما بين اللبن العادي البقري ولا جموشي؟ بيبقى لبن ميكسف بيبقى لبن كريمي شوية يعني دسم لا لا اقصد في التأثير ايه الفرق ما بينه ما بين اللبن العادي اللي بنجيبه؟ اللبن العادي عندنا خفيف يعني لما انت بتيجي تحطيك تلاقيه خفيف التاني تسقيل تأثيره على البشرة تأثيره على البشرة طبعا اقوى اقوى؟ اه طبعا اقوى اللي بيخش جوه المسامات خيانتي مفتحها مساماتك بالبخار وبتدخلي الانجريدينت دي في وشك فأورادي الوش التعبان بيمتص الحاجات دي كلها فبيعتني بالبشرة اكتر تمام من انت تجيبيها عادية وأورادي بيبقى جوه حبيبات صغيرة تمام؟ هنحط عليه عسل ده بديل عن السكراب اللي انت جايباها نانسي مش كده؟ اه ده حاجة تانية أوكي تمام؟ وهنحط عليه العسل بتاعنا تمام؟ معلقة عسل برضو؟ معلقة عسل بالضلاف العسل ده عايزة اقولك يعني فايدته رهيبة جدا طب قليلي معاليش تاني بقى السكراب اللي انت جايباها ده السكراب ايه؟ السكراب ده اللي هو لبن الجمل زي ما بقولك وحطينا عليه العسل تمام؟ ده اللي في البرتمان هو ده كده هو ده لبن الجامع اه تمام وحطينا عليه العسل فبقى اللبن مع العسل تمام ده حلو جدا فيه ناس لإيه بقى أول حاجة انت الرقبة والإيدين الناس كتير بيحطوا كريم عشان خطر يفتحوا الإيدين والمناطق اللي هي بتبقى عند الصوابع كده ده بيفتحها جدا خصوصا ان انت لو جبتي زي جوانتي عملتي الماسك ده وجبتي جوانتي والبستي لمدة عشر دقيق قردي انت بعد ما بتشيل الجوانتي هو بتشيل مع طبقة رقيقة قردي فعلا اه من كتر ما هو حلو وسكرابينج بيشيل الطبقة الجلد الميت بالذات في فصل الشتاء دايما عندنا بقى مية سخنة ومية ساعة فتحس ان انت عندك زي تقشر أو خشونة في الإيدين ده بينعمها جدا خصوصا العروسة كمان طب لو على البشرة بيحصل ايه لو على البشرة نفس القصة بينعم جدا نادارة وتحس الملمس شبه ملمس الأطفال طب انا بحطه وبعدين بخسله بعد ما بينشف ولا بحطه بعدين بفرقه عشر دايق ربع ساعة السكراب يبقى بتفرج ماسك تاني يبقى بتغسل بس مش بنغسل طبعا زي ما انا قلنا كده بنغسل من تحت الفوق بس ضبط يعني خليك احناينا على بشرتك مية ساعة ولا مية فترة ولا فترة ليه بقى؟ لان بعد كل المسكات دي والمية الفترة قريدي بتفتح معنا المسام عشان تقبل المسكات دي بعدها بعد المسكة في الآخر جايبا لكم بقى اختراع النهاردة دي رول اسمها آيس رول ايه هي؟ دي بتاعة بشرة؟ اه دي جديدة تريندي شكلها مرعب ما هي مرعب بس عايز اقولك ان هي فايدتها حلوة جدا ايه هي بقى؟ هي عبارة عن رول اه 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 انت بتمسكي الرول دي بتحطيها في الفريزر فأورادي الرول التلج دي أورادي دي جواها تلج ايه ده يا دي جواها تلج؟ اه اه يعني لو الكاميرا جابتها دي أورادي فيها حبيبات جل فأول ما تحطيها في الفريزر بتعمل جزي كيس تلج اوكي جل فانت بتطلعها بتبقى ساعة بتقفلي بيها مسام الوش والرقبة ده امتى؟ بعد ما تخلصي الماسك وتخسليه اوكي بتواجهنا كلنا ان احنا بنفتح المسام او بتروح عند حد يفتح لك المسام بتاعتك يحط لك مسكات كتير جدا وتمشي ايه اللي يحصل؟ البشرة تتعرض للهوى والأتربة اللي انت تطلع عليك حبوب تطلع عليك تاني كأنك ما عملتيش حاجة طب ايه اللي حصلي دي انا عملت تنضيف بشرة ايه اللي تطلع علي حبوب ليه؟ ما عفتش انا ما عفتش بساني بالزبط فبدال بقى ما نروح بقى نتجه للميا السقعة ومعرفش ايه؟ رول الجل دي حاجة جميلة جدا دي حلوة قوي اه دي يعني بصي عشرين عشرين زي ما بيقولوا دي لسه نازلة جديد فعلا وعايز اقولك ان بيقفلوا بيها بعد المساج وبعد الحاجات دي كلها وطبعا لو عروسها هتعمل مثلا حمام مغريبي والحاجات دي بيقفلوا لها بشرتها بدي جميل طيب احنا كده قلنا ثلاث ماسكات تمام؟ بزبط اول ماسك اللي هو الزبادي والعسل والعسل والزيت اللامون وزيت اللامون ده للتبيض والتنظيف او للحبوب بالزبط بالبقى والشمس كمان مخصوص للشمس انت لو رجاي من حتى فيها شمس بتحطيه بي فتح مائك المسك التاني اللي هو؟ المسك التاني احنا حطينا السويت ألموند اللي هو زيت اللوز الحل مع كابسولة الفيتامين اي تمام؟ وخلطناهم دي ممكن نعملها على وشنا كامل بالرقبة تحت العين أورا ماكنا نرحبت وممكن نحطها في برتمان كل يوم بالليل نطب تحت العنين وفتح مائنا المسك التالت؟ لبن الجمل تمام؟ مع معلقة عسل وده برضو ممتاز جدا أسبوعي برضو أسبوعي جدا او حلو قوي طب انت قلت لي بقى على الكابسولة 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 عشان دي حاجة حلوة دي برضو حاجة جديدة بص يا ستي احنا دلوقتي الزبادي معنا الزبادي الزبادي بتاعته فيه ميا مية الزبادي نفسها تمام؟ بننزلها هناخد مية الزبادي او تمام كل مية دي بقى مفيدة جدا جدا عايزة أقول لك ان هي مفيدة أكتر من الزبادي نفسه بالضبط يعني على فكرة لأنه فيه ناس كثير بت يعني مهمة جدا بتعرف منها بصراحة يعني اه فيه من الناس بتعرف منها بس عايزة أقول لك هي مهمة أكتر من الزبادي نفسه صح تمام؟ لأنها بتبقى واخدر خلاصة كلها تمام؟ هنحط الزبادي كده تمام؟ انتي حطيتها لأني ماسك حطيتها على الماسك بتاع الكابسولة بتاعت الفيتامين إي او وزيت اللوت الحال مع السويت ألموند تمام؟ ده كده حيدي إفاكت جامد بصوا بقى احنا عندنا النهاردة الكابسولة دي اهي هي اسمها ماسك الكابسولة عبارة عن ايه؟ اسمها كده أنا روح أسأل عليها كده ماسك الكابسولة صح كده اهو تمام؟ هتفتحيها كده معين اهو تمام؟ هي زي ما انتم شايفين كده هي كابسولة حاجة مدورة كده كابسولة كده مدورة اهي اهي تمام؟ مضغوطة تمام ايه بقى الفايدة بتاعتها؟ هنشوف دلوقتي احنا عملنا الماسك بتاعنا اهو ونزلنا فيها الكابسولة ما مش عايفة الكاميرا هتجيب كده ولا لأ لا ممكن نرفع الطبقة اهو لو الكاميرا جايبة الكابسولة بدت تنفش اه الكابسولة بتنفش اهي شايفة اوكي اه الكاميرا جايبة كل حاجة اه بصي نفشت ازاي؟ اخدت كل الخلاصة بتاعة الماسك اللي انا عاملاه دي كبرت جدا اهي بصي بصي كت ايه وبقت ايه؟ شربت بقى كل السائل او الماسك بالزبط انت كده بتعملي يعني خلاصة الماسك اللي انت عاملاه هتحطيه هتحطيه بالزبط بصي اهي خلاص تمام نبتدي نطلعها بالراحة طبعا هي مش عايزة اقولك هي لازجة قد ايه دلوقتي بس هي خلاص يعني هي تشربت الماسك كله ايه بقى الكابسولة دي عبارة عن ايه؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض بنفتح الكابسولة اهيه بصي تلعت عبارة عن ايه عن عبارة عن فيس اهو تمام الفيس ده احنا بنحطه على وشنا الله تمام قريدي انت لما بتحطيه على وشك قريدي انت خلاصة انا وغدأ كل الفايدة انا اخذت الماسك بس في حاجة لازق على وشي طول الوقت بالزبط فعايز اقولك ان بتخش جوه المسام بطريقة لا تتخيلها حتى في المناخير هنا يعني هو ماسك كامل تحطيه لمدة ربع ساعة تفضلي قعدك كده بيه تمام عايز تعملي حاجة في البيت قريدي هو بيلزق الوش اه مهو اكيد ده هيو حاجة عاملة زي المناديل او قطن يعني ده قطن مضغوط بس مخصوص للايه حتى بيه يعني حتى يعني لما تحطيه هيبقى حيداري الهلات يعني معاك الحيطة دي كمان هتتاخد طب ان انت هو ده بينفع مع كل المسكات ولا فيه مسكات بتبقى شوية تقيلة فمش هيعرف الشبه لا المسكات التقيلة لزي الكريم مش هتنفع هتنفع بس لازم يبقى فيها زيوت زي زيت الالموند زي الزبادي حاجة تكون سايلة شوية بحيث ان هي تبقى تاخد وطبعا هو بصي كله خلاص بقى ريحته قريدي اللبن بالعسل واللبن ده رحته ايه رحته حلو جدا طيب لما نخلص لازم اشربه طيب بتحطيه على وش ربع ساعة وبتليه امش عايز اقولك البيضة اللي بتشوفيه بعد كده فعلا من اول مرة من اول مرة وعايز اقولك يعني ده انا قريدي بعمله قبل ما بعمل العروسة الميكب طب هو ايه الفرق ما بين اني اعمل الماسك ده بالشكل ده بالكابسولة بتاعت الماسك واني احط الماسك على وشي عايزي بصي الماسك ساعة ما بتحطيه على وشك ممكن يسيل ممكن يسيل يعني لو توبتي بيقعدة ارفانة منه فاهم لو ايه لو ايه انت بيقعدة في البيت مش عارفة تعملي حاجة وملزقة كده لكن ده مفيهوش مشكلة يعني ده قطنه وانتي حطاها قريدي على وشك سنين بيخش جوهو المسام وبياخدلك وشك كله فبتاخدي تغذية اكتر وممكن تسيبها عشر داير وبعسيها براحتك بس طبعا الكابسولة خلاص انتي خلصتها بترميها في الباسكت يعني ماينفعش انتي تستخدم اه هي خلاص لازم بقى كل مرة تعملي ايه يعني ماسك جديد ايه وده برضو انا يعني زي ما بقولك انا بعمله قبل ما بعمل الميكب العروسة او لحد عادي انا بعمله بعمله عشان يساعدني في شغلي طب فيه ماسكات تتعمل فعلا قبل الميكب على طول على طول اه علشان تشيل الدهون او تشيل اي حاجة شوائب موجودة في الوش سي اه يعني انا هقولك على حاجة انا بعمل السكراب الخفيف قوي يعني فيه نوعين سكراب فيه سكراب تقيل وفيه سكراب خفيف انا بحاول لو انا مثلا العروسة دي انا مش عاملالها تنضيف بشرة قبلها لا يعني في الدي اللي انا هعملالها فيه الميكب بتاعها بعملها سكراب خفيف عشان يشيل وفيه عراس ما بيعمله وشان فيه عراس بيجو يعمله ميكب من غير ما يعمله اي حاجة قبليها بزبط فانا لازم اخدم شغلي فكأنك انتي بتعملي صفحة بيدة وبتبتلي ترسمي فيها فلازم البشرة تبقى انظيفة فبقى نضافها الاول بالسكرابينج ده وبعدين بالطنر وبعدين بشتدي الميكب بتاعي طب احنا كنا مفوض نتكلم عن الميكب وكان فيه نتكلم معاك في حاجات تانية بس لأسف وقت حلقاتنا خلص انا عايزاكي كنت تقولي كده نصيحة في الاخر للعروسة او للمرأة بشكل عام تاخد بالها من بشرتها الخاصة لو عروسة قبل فرح بقد ايه كده سريعا فيه نصيح خفيفة يعني العروسة قبلها على قل باسبوع عشر تيام تبتلي تعمل مسكات بتاعتها تمام وطبعا لو قبلها بشهر يبقى كويس جدا تمام تحاول ان هي تعمل الحاجات اللي هي تعملها قبل الفرح دي على طول بيومين تلاتة يعني متحاولش تعمل الحمام مغريبي والحاجات دي قبلها بيوم عشان البشرة لو تهيجت لو الجسم تهيج لو بقع لو كلام من ده قبل الميكب طبعا لازم يعني قبل يوم الفرح لازم تبقى نايمة كويس ولازم تبقى أكلة أكل كويس بتبقى خفيف مشتقيل ولازم تبقى نايمة كويس زي ما قولنا والمسكات دي مهمة جدا حلوة